مو لاقي يشتري ملابس بها خير مو قدران يصرف على أهله على أمه على أبوه على بيته يروح يشتري هرمونات ويشتري كيف يهن بجسمه على من تطلع لك عضلات هي هيش هاي هاي نهاية العضلات هيش صارت هاي المنشطات ونعرفها شنو آثار المنشطات نفسيا نفسيا نسأله من كان بها خبيرة قاني مشاكلي صارت بسبب الهرمونات طلقت بسبب الهرمونات فتت سجن بسبب الهرمونات خبال نومت مستشفى ناس بسبب الهرمونات والله لا يبلينا بس ما تقدر تسيطر على نفسك الهرمونات تخليك ضوج تخليك خبل الله يعلم بالبيت شا سوي بس بعد ما افتهمنا الموضوع بعد ما افتهمت الموضوع صرت اقول والله اللعن تل عليها انا الهرمونات اذا تخربني بهالشكل هاذ والله الان على الابول والعضلات ما اريدها ما اريدها لا هي ولا العضلات ولليوم العصبية بعدها بيه بس هاي اقول وراثة او قولوا حسب الحياة اللي اشناها قبل اكو ناس يشوفوني عصبي بس اكو شغلات انه طلعك من طورك ما تتحمل حتى لو انت اذا يجي واحد اللعفه بدون كرامة بدون هذا يبلعها يسكت ايه بس اكو شغلات ما يدير سكت عليها بس الهرمونات لا سوي مشاكل مشاكل عقلية خبل قولا واحدا سو هاي الهرمونات وانا قاعد انصحكم بانه يا شباب لوما تاخذون شي انتبه على الشي اللي تاخذه انتبه على الشي اللي تاخذه واخذ شغلات تهديك اكو اعشاب واكو اشياء هواية تقدر تاخذها تهدي بالك رايحك سو مشاكلها بالنسبة للعصبية الهرمونات بلوة مصيبة هواية شباب تلاقيه من اقتصريدات اقسم بالله المساكين تلاقيه عصب لدرجة انه رح ينفجر وراها بربع ساعة يقعد يفكر باوى على نفسك خاش سويت ليش يش شلونة سويهيش غلط هو يدري غلط بس بعد وين بعد ما يقعد من العصبية مات يضوج على ولا شي على شغلات سخيفة تلاقيه انفجر قنبل اصار ممكن يقذي نفسه ممكن يقذي احد هاي الهرمونات انا لما اقول احتي ايلي هدف بالقناة ماتي ايلي هدف هداك اليوم واحد حاط تعليق بانه انت شلون تقول التسسيرون مو البلوغ الا عند الـ 18 قلت لأ انا ما قاعد احتي علميا انا ما جاوبت بس اريد اجاوب انا ما قاعد احتي علميا ما قاعد احتي شغل اطباء ودكاثر وتسسيرون وش وقت يطلع انا قاعد احتي لانه ما اريد واحد تحت سن البلوغ يفوتوا بهذا المجال بلعبة كما لسا ليش اول شي اللي اعمارهم تحت سن البلوغ راح ينضحك عليها بسرعة ليش يكون متحمس ويردي يفوت للجم والناس اللي كذبون بهاي اللعبة كل شي هواية وقاعد اشوفها بعيني اكو ناس 17 سنة و 18 سنة و 16 سنة اخذ المدرب وفواته للحمام وصاري تشوك بي اوبر ما هذا ينضحك عليها بسرعة والمدرب ابن 60 حلال يريد يبيع يريد يشتغل ما يهم ماش يصير بي فهذا اللي قاعد اقوله قاعد اوصل رسالة بانه هاي اللعبة ليفوت بها شخص تحسن البلوغ لان راح ينضحك عليه لو اكو مثلا ويا ابو واخو يراقبا ينصحا مدرب ابن حلال ينعرف انه ما راح يأذي روح اتمرن اكو حدود حتى التمرين اكو حدود بيه سيجيني طفل 15 سنة ويحكي لي بالهرمون ويجيني واحد 17 سنة يحكي لي بالانسولين ويحكي لي بالجروث هذا الموضوع ما ينسكت عليه هذا الموضوع ما تقدر تتحمل انك تسكت وتبلعها وتخليها تروح تروح انا هذا اكتر شي نرفزنا حتينا عليها عن الساكشول حتينا عن الجنس والهرمون والجنس حتينا الهرمون العصبية الهرمون وجيبك بفلوس هذا اقدر شي انا شفت بحياتي شباب عمالة عسكري بقالية يشتغل يكب ويكد نص صبح لليل على مرة يطلع لك كم دولار كم دينار كم درهم وظيفة ترك وظيفته وصار اريد اشارك بطولات ترك وظيفته واخذ فلوس شغلة اللي قاعد يتعب بها وراح يشتري بها هرمونات لا والقهر اكو بالدين ياخذون هاي صارت مثلها مثل مخدرات شنو فرق عن المخدرات ما فرقها كل شي واحد مو لاقي يأكل مو لاقي يشتري ملابس بها خير مو قدران يصرف على أهله على أمه على أبوه على بيته يروح يشتري هرمونات ويشتري كيفية هنا بجسمه على من تطلع لك عضلات هي هيش هاي هاي نهاية العضلات هيش صارت يجون علي شباب كابتن اريد اشارك بطولة بس والله امكانيتي ليش تدشارك بطولة انت اذا امكانيتك تعبانة شنو الفكرة بس فاهمني اريد اعرف اريد احد يجاوبني البطولة هايش راح يستوي له اريد واحد يجاوبني يسألوني شباب كابتن ليش ما تشارك بطولات شنو بيها فايدة البطولات اكو دولة تصرف عليك تجهزك بطولات روح شارك بالعافية عليك اكو بطولة بيها فلوس وحاسس بنفسك راح تشارك وتجيب نتيجة شارك بطل وحش ما روح ما اكو مشكلة بس تجي تروح تداين او تبطع المصروف عنا هلك او تخرب حياتك وان اعرف ناس باع بيته وباع سيارته والدايل من البنك على موض روح يشتري هرمون عمدي يشارك بطولة على موض يس يفوز ينطو ميداليا يعلقها بالبيت ينطو شهادة مكتوب بيها البطل وبعدين لوتشيس بروتين صاحبنا وبعدين خير ان شاء الله هذا هدفك بالحياة هيتش تريد حياتك يعني شنو الفايدة هاي الفلوس قاعد تصرفها قاعد تحطها حطها بجيبك تفيدك اشتري بها شي بخير جمعها سوي العب حديد روح العب رياضة سوي جسم حلو بس ما حطها على هرمونات عمدي اشارك بيها بطولات ما يصير مو يش الحج الشباب قاعد اشوف شغلات تخجل ترى على والله اشتري هرمونات وحط هرمونات ما يصير هالكلام هذا عيب مو لهالدرجة هاي ترى والله العضلات مو بهالشكل والله العظيم راح نزلكم فيديوهات اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الهرمونات اللي اخذها انا ما ياخذها واحد بابتدأ وما راح الصدقون ولا الصدقون بس هي اللعبة مو بهالشكلها نظام نظام دقة تعرف شي تسوي تعرف شون تتمرن تعرف شلون تاكل بس اجي احط فلوسي اخسرها وفلوس بتعبان بيها اروح حطها على هرمونات عمدي اشارك بطولة واخر شي لابس صبغ صبغ الصبغ اغلى من الهدية اللي قاعد نطوكيها لا شباب صلوا على النبي ترى موهي مو بهالشكل هاد هاي اذية هاي اذية هاي مو استفادة فهذا جوابي بالنسبة للهرمونات وشنو وضعها جنسي نفسي ومادي هو يا شباب راح يقولولي انت لوما الهرمونات ما توصل هذا المستوى مية بالمية كلامكم صحيح اعني لوما الهرمونات ما وصل هذا المستوى ليش لانه اكو لمت بجسمك يتحمل المجهود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة